موسيقى النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية المناصير للزيوت والمحروقات مجمع الملك الحسين للأعمال صعد الله مساءكم بكل خير متابعين ومتابعين تقص العرف في الأردن النهارة اليوم سادت أجواء صافية في أغلى مناطق المملكة درجة الحرارة ارتفعت قليلا مقارنة بالأيام الماضية لكن استمرت الرياح الشرقية بالهبوب وهي التي زادت من الشعور بالبرودة نبدأ نشرتنا بالمحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حاول استمرار تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري ودرجة حرارة المحسوسة منخفضة نتيجة للرياح الشرقية التي تهب معتدلة في أغلب مناطق المملكة سؤال أقمى الصناعية ملتقطة خلال ساعة صباح يوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي تشكلت فوق الشمال الغرب المملكة العربية السعودية اندفعت على إثري كمية من الغيوم نحو أقصى جنوب شرق المملكة عملت هذه الغيوم على خطور زخات من الأمطار كانت رعدية في بعض الأحيان بينما ستقصافي في باقي مناطق المملكة نذهب الآن وإياكم لخراءة توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة تحديدا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة حيث تبقى المملكة تحت تأثيرات هذا المرتفع الجوي السيبيري درجات الحرارة بالرغم من الارتفاع قليل مقارنة بالأيام الماضية إلا أنها تبقى منخفضة خاصة درجات الحرارة الملموسة نتيجة باستمرار لهبوب الرياح الشرقي هذه الحرارات المحسوسة المنخفضة ستكون أكثر شعورا أو أكثر برودة خلال ساعات الليل والليل المتأخر والصباح الباكر نذهب الآن وإياكم لخراج توزيد الرياح على المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة لا تغيير على المنظومة الجوية مرتفع جوي السيبيري متمركز فوق العراق يدفع بكميات من الرياح ويدفع برياح جنوبية شرقية إلى شرقية باتجاه المملكة تنشط خلال ساعات النهار تضعف قليلا خلال ساعة الليل لكن في كلتا الحالتين تزيد من الشعور بالبرودة خلال أيام القادمة خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم نذهب الآن للعاصمة عامة والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء غالبا صافية إلى غيوم متفرقة سبع درجات مئوية الملموسة أربع درجات مئوية فقط الرطوبة مرتفعة والرياح تبقى شرقية معتدلة السرعة نبقى في العاصمة عامة والتوقعات الجوية إلى ثلاث أيام القادمة لا تغيير على الحالة الجوية استمرى اليوبوب الرياح الشرقية خلال ثلاث أيام القادمة درجات الحرارة المقاصة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام لكن الملموسة والمحسوسة تبقى أقل من ذلك نتيجة لهذه الرياح الشرقية العظمة تسجل 12 درجة مئوية في يوم الخميس 7 درجات مئوية ليلا الجمعة ترتفع قليلا 14 إلى 8 ونفس درجة الحرارة تسجلها يوم السبت إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء اشتركوا في القناة